أصبحت بعض الأمراض جزءا من حياة اليمنين ترهق المجتمع وتلقي بثقلها على الأسر والأطفال بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام في الوقت الذي نجحت فيه كثير من دول العالم في القضاء على الأوبئة والأمراض المعدية نجد أنفسنا في اليمن ما زلنا نواجه تحديات صحية كبيرة من الحميات والأوبئة مثل المكرفس وحمى الظنك وتحدثنا قبل ذلك في ديوان بلقيس كثيرا عن هذا الموضوع ومن زوايا متعددة في محاولات لزيادة الوعي وإيجاد حلول تساهم في تخفيف هذا العب عن كاهل المواطن واليوم مجددا نعود للحديث مع ضيفنا ونستق برنامج الملاريا والحميات في تعزال أستاذ سيف الحياني لتسليط الضوء مجددا مرحبا بك أستاذ سيف أستاذ مع مرور كل هذه السنوات ونجاح عدد كبير من الدول من التخلص من هذه الأمراض لماذا ما زلنا نعاني من هذه الأوبئة في اليمن أولا نقدر لكم جهدكم ونشكر لكم قناتكم الرائدة التي تهتم بصحة المواطن ومواكبة هذه الأمراض والأوبئة بالنسبة لي الحميات في اليمن طبعا كانت اليمن قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الحميات وصلت إلى ما يقارب من 75% من المعالجة بكل المرافق لكن أتت الحرب وقضت على كثير من أصاب القانب الصحي التدمير وأن كادر تسرب كثير من الإمكانات الصحية انتهت بالنسبة للانقطاع الصحي فعودنا إلى منطقة الصفر كما يقال بالنسبة لي مكافحة الحميات فالحميات تتحكم فيها عدة عوامل منها المناخ ومنها البيئة المناسبة لتوالد وخصوصا البعوض الناقل لهذه الحميات طبعا بالنسبة لنا الآن وخصوصا في محافظة تعز هذه الأيام نعاني من موقع كبيرة بالنسبة للحميات المنقولة عن طريق البعوض نتيجة للوضع الحاصل بالنسبة في اليمن وخصوصا في تعز حصار لمدة ثمان سنوات المياه منعدمة يعني الشبكة لا توجد شبكة مياه للبيوت لذلك الناس لقعوا إلى تخزين المياه بشكل خاطئ في براميل دباب طبعا مكشوفة وهذا ما أصبح بيئة مناسبة لتوالد البعوض وخصوصا البعوض الناقل للملاريا الناقل لحم الضنك الناقل لأشيبونيا اللي هو المكرفس فأصبحت في كل منزل عديد من البيئات أيضا بالنسبة للقطاعات تدمرت كثير من القطاعات التي هي قطاعات مشاركة أو في مكافحة هذه الحميات بالنسبة للحميات بقانب مكتب الصحة يعني مكتب الصحة لا يستطيع أن يتحمل هذا العبع لوحده خاصة مع انتشار العديد من الحالات مؤسسة المياه ومؤسسة الصرف الصحة الأشغال طيب أستاذ سيف لو تسألنا عن الظروف المعيشية الحالية في اليمن بالنسبة للأسر ما مدى قدرتها على الوقاية من هذه الأمراض وحماية على الأقل الأسرة تحمي نفسها من انتشار ومن العدوى إذا ما أصيب الجار أو البيئة المحيطة الحارة مثلا إذا فيها الوباء كيف يمكن للأسرة البسيطة أن تقي نفسها؟ نعم هذا صحيح هذا جانب كبير ساعد على انتشار الوباء وخصوصا الجانب الاقتصادي بحيث أنه الفرد أصبح غير قادر على المعالجة أو إسعاف المرضى وخصوصا في المناطق البعيدة والنائية وهذه الأمراض عادة أصبحت هي الأمراض المناطق أو البلدان الفقيرة والبلدان ذات الصراعات والنزاعات الدائمة البلدان ذات الكوارث الطبيعية المستمرة ففي بعض المناطق عندنا في اليمن طبعا أصبحت مناطق غير قادرة على توفير الخدمات الصحية المواطن لا يجد خدمة صحية تكاد من عدمة وخصوصا في المستوى الثاني والثالث البعيد من المرافق الصحية كثير من المرافق أصبحت خارجة عن الخدمة فالمواطن أصبح لا يستطيع أن يحصل على الخدمة لكن هناك بعض الأشياء التي يستطيع المواطن أن يحمي نفسه على الأقل من جانب وقائي فمثلا أن البؤر المناسب لتوالد البعوض وخصوصا المياه أن تكون المياه سواء المياه بالخزانات لا بد أن تكون هذه المياه مغطاة المياه داخل المنازل يجب أن تكون مغطاة يجب أن يحمي نفسه على الأقل تقدير بالتل والناموسيات على الأبواب والشبابيك أيضا الناموسيات لها دور كبير وحماية كبيرة إذا استخدمت بالشكل الصحيح والشكل السليم داخل المنازل وخصوصا للأمهات الحوامل والأطفال طبعا هذه الشريحتين أكبر عرضة للإصابات وأكثر عرضة أيضا لمضاعفات المرض أو الإصابة بالحميات سواء حمى الملاريا أو الشيقونجونيا اللي هو المكرفس أو حمى الوادي المتصدع أو حمى غرب النيل كثير من الحميات المنقولة بوسط البعوض والذي أصبح الآن المناطق أصبحت بؤر مناسبة لتوالد البعوض عديد من الظروف أدت إلى هذا القانب وخصوصا التغيرات المناخية على مستوى العالم واليمن قزء من هذا العالم فعندنا كانت لسبة الأمطار أو موسم الأمطار لعدة ستة الأشهر أصبح الآن الأمطار تتساقط من شهر اثنين إلى شهر حداشر يعني تضاعفت الموسم أيضا بالنسبة لبرنامج أو لمكتب الصحة حاول أن يقدم لهذه المناطق التي لا تستطيع الحصول على الخدمة أو على تقديم الخدمة في مقال الحميات نحن دربنا في المديريات وخصوصا مديريات الساحل التي هي موزع والوازعية والمخاء متطوعات لأننا في كل مديرية ما يقرب من 25 متطوعة هذه دربناها مع المنظمة بدعم من المديرات الدولية إلي جانب ما ذكرت أستاذ سيف أيضا يعيش كثير من الإعمالين للأسف في مناطق يعني فيها صرف صحي أماكن مليئة بالقمامة وانتشار القمامة في أماكن مقتضة بالسكان فهل هناك يعني مثلا دور للقاحات في حماية هؤلاء الأفراد من الإصابة وانتقال الأمراض فيما بينهم نعم هذا صحيح بالنسبة للمناطق الأكثر ازدحاما هي التي تكون أكثر وباءا وأكثر انتشارا وأكثر خطورة بالنسبة لانتقال الحرميات وحصوصا المنقولة عن طريق البعوض بالنسبة لنا في اليمن طبعا اللقاحات هي عبارة عن مشروع منظمة الصحة العالمية بدأت تقربة اللقاحات في عديد من البلدان الأفريقية لكن لم تصل لليمن طبعا نحن نعالج بالعلاقات الخاصة بالنسبة للملاريا لكن بالنسبة لحمضنك والشقونغونيا اللي هو المكرفس هو عبارة عن فيروس لا يوجد له علاق لحد الآن لكن نحن نحاول أن نخفف من ناحية إعطاء المحاليل من ناحية ننصح المريضة والمصاب بشرب سوائل بشكل متواصل أيضا اللقوء للمراكز الحميات التي فتحت وحددت في تعز مثلا في مستشفى المظفر، مستشفى القمهوري، مستشفى الثورة طبعا تعمل بإمكانات بسيطة أيضا هناك اهتمام كبير بعد القائحة التي حصلت في 2022 والتي أودت بما يقرب من 12 إلى 13 حالة وفاة بالحمضنك هناك اهتمام من السلطة المحلية هناك توقيه من أخ محافظة المحافظة رئيس المجلس المحلي هناك متابعة دائمة من وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتور إيلان عبدالحق هناك أيضا توقيهات ومتابعة دائمة من الدكتور عبدالرحمن الصبري مدير عام مكتب الصحة لكن ينقصنا أيضا قانب مهم وهو التنسيق مع بقية الجهات الشريكة التي يجب أن يكون لها دور في تخفيض أو نسبة انتشار الحميات سأسألك أستاذ سيف عن هذه الجهات ألا يفترض أن صندوق النظافة مع وزارة البيئة معكم أيضا في الجانب الصحي أن يكون هناك جهود متكاتفة تحدثت الصديقة السومية حول سوء الصرف الصحي نقص المياه النظيفة تكدس النفايات في أماكن كثيرة كل هذه هي أسباب لانتشار الوباء لما لا يتم التعاون مع جميع الجهات حتى على الأقل تخفف الإشكالات يعني المطر خلاص من ربنا إيش نعمل لكن على الأقل أن يتم معالجة الأمور التي بيد الإنسان نعم صحيح طبعا بالنسبة لمكتب الصحة أحيانا يتحمل أدوار مكتب الصحة وأدوار مؤسسات أخرى طبعا كان لنا أكثر من لقاء بالمحافظة يعني حقيقة بأن وكيلة المحافظة اجتمعت بهذه القهات واجتمعنا بهذه القهات لمرات عدة بأنه بحيث يكون في تنسيق ويكون في تكامل وكل مؤسسة أو كل لقاء من هذه القهات تقوم بالدور المناط عليها أو بالقانب الذي عليها فلكن للأسف الشديد لحد الآن لم يكن هناك طبعا كان هناك تنسيق نوعا ما في العام الماضي ما بين مكتب الصحة ما بين المؤسسة المياه ما بين صندوق النظافة وهذا أدى إلى أن نسبة الانتشار انخفضت بشكل كبير في العام الماضي نمتسجل أي حالة وفاة نمتسجل أي حالة موفيات بالنسبة للحميات لكن بالنسبة لهذا العام حقيقة التنسيق بدأ يضعف نوعا ما كان هناك اجتماع واحد وكاننا موعدون بأنه بيكون هناك حملة خاصة بمكافحة البعوض بالرشة الضبابي بتوقيه من السلطة المحلية بتوقيه من محافظة المحافظة وبأنه لو خف المديريات هم بيدعموا هذه الحملة لكن إلى الآن لم تنفذ مع أنه طبعا نحن الآن من ملاحظتنا للمنحنة الوبائي بأنه الحالات بدأت ترتفع الأمطار ما زالت موجودة البؤر موجودة أيضا كما قلت بأنه هناك انتشار بشكل كبير للقمائم في الشوارع وكذا مع أنه طبعا القمائم يعني البعوض الناقل للحميات لا يعيش في القمائم لكن سواء كانت العلب التي توجد فيها مياه أو أي مصادر للمياه هذه طبعا تشكل لنا هاجس كبير ومشكلة كبيرة بالنسبة لتوالد البعوض فنتمنى أنه أيوة إشكالية كبيرة نتمنى أنه يكون هناك طبعا متابعة وأن يكون هناك تنسيق من قبل هذه القهات لأنه الآن طبعا من خلال المتابعة كما قلت لكي أنه مؤشر الأوباء بدأ يرتفع نحن نخشى أنه هذا الوباء يتحول إلى جائحة قبل أيام أعلنت مصر يعني خلوها أتام من الملاريا وهذا يعتبر خبر مبشر نستفيد منه نحن في اليمن كيف يمكن أن نطبق هذه التجارب الناجحة من قبل البلدان المجاورة ونسعى إلى تطبيقها للمساهمة في حد من انتشار الأوباء في اليمن نعم بالنسبة لمصر طبعا ربما تكون المكافحة هي أصعب بكثير من اليمن في اليمن ممكن السيطرة على الأوباء أقل من الجمهورية المصرية أيضا العمان تخلصت من الملاريا لكن أيضا هناك قهود قبارة بالنسبة لهؤلاء البلدان لديهم إمكانات لديهم استراتيجيات واضحة مرسومة مزمنة يعني نحن الآن مثلا في اليمن لدينا خرائط وبائية متى يأتي المرض متى ينتشر متى ينقص متى تزيد متى كذا لكن بالنسبة لا توجد لدينا عملية مكافحة مزمنة مثلا أنا عندي الوباء ينتشر في شهر معين ويأتي الدعم في شهر معين ربما يكون الوباء قد انتشر بشكل أكبر فنحن نتمنى من الوزارة ونتمنى من الاخوة في البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والأمراض المنقولة في وزارة الصحة العامة أن يكون لديهم رؤية واضحة بالنسبة لمكافحة الملاريا والحمولية وهذا ما نرجو حقيقة نتمنى أن ينتهي هذا الوباء خاصة وقد تحدثت بأن مسألة السيطرة عليها أسهل بكثير من بعض البلدان ولديكم الخرائط والمعرفة الكاملة بمتى يأتي ومتى ينتهي نسأل الله أن يعافي اليمنين جميعا شكرا جزيلا لك الأستاذ سيف الحياني منسق برنامج الملاريا والحميات كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية شكرا مرحبا شكرا